هي دي الدنيا إذا أقبلت على إنسان منحته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه هي دي المحنة كبيرة التي لا يشعر بها إلا من ترك المنصب الكبير طول ما هو في المنصب إذن هو بيفهم في كل حاجة بيفهم في السياسة والاقتصاد ويفهم في الزراعة ويفهم في الرياضة ويفهم في الإلكترونيات ويفهم في النووي ويفهم في الذري ويفهم في كل حاجة هل هو كذلك طبعا لا إذا أقبلت عليه المنافقون الذين لا يخلوا منهم زمان كل واحد يضفي عليه صفة من صفات الآخرين وليست فيه إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره لكنها إذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه ما بيفهمش يطلع بقى المذكرات وتطلع التقارير وتطلع كذا ده كان حرامي وكان لص وكان 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 لدرجة الرجل دماغه يلف قال طب أنا كده أنا فعلا كده يعني أنا فيش أي ميزة قال طب فين الجماعة اللي كانوا بيخلقوا علي من صفات الكمال ونعوت الجلال وكان بقولوا كذا 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 يشك الرجل في نفسه يدخل في مرحلة اكتئاب حد ما يموت آدي الدنيا يبقى مسالة الاستمتاع دائما كل متعة الدنيا أولا مؤقتة الحاجة التانية كما قلت قبل ذلك من هوانها أنها مبنية على الحرمان كل متعة الدنيا مبنية أساسا على الحرمان الحرمان وانت بتفرح بالحاجة ليه كنت محروما منها ثم ظفرت بها دا اللي خلاك فرحا دنيا مبنية نعيمها يبنى على الحرمان عشان كذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في نار جهنم غمسة واحدة يقال له هل مر بك نعيم قط يقول لا وعزتك ما مر بي نعيم قط ويؤتى بأبأس أهل الأرض فالفقير اللي هو كان مشردا معذبا لا يجد قوت يوم ومريض حلت كرب لكنه صابر محتسب لا يظهر التسخط على قضاء الله يقول إذا ابتلي في بدنه اللهم لئن ابتليت فلكم عافيت ولئن أخذت فلقد أبقيت أخذ مالا أخذ ولدا بيظهر الرضا عن ربه يؤتى بأبأس أهل الأرض يغمس في نعيم الجنة غمسة واحدة ثم يقال له هل مر بك بؤس قط يقول لا وعزتك ما مر بي بؤس قط كون الإنسان يزحزح بالعافية بينه وبين النار ملي متر ملي المهم ما يؤعش لا يسقط فيها دا الله عز وجل قال فقد فاز